اشتركوا في القناة ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما انه العليم الحكيم فقد وقفنا عند قوله في الحديث وانهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير زاد خلف في روايته شهادة ان لا اله الا الله وعقد واحدة وكان قبل ذلك في هذا الحديث قد امرهم باربع وقد تكلمنا عنها في اللقاء الماضي وفي اخره قال وان تؤدوا خمس ما غنمتم وخمس وخمس خمس الغنيمة امرهم بادائها هي ليست من اربع وانما هي معطوفة على قوله وامركم باربع وان تؤدوا خمس ما غنمتم وقوله وان تؤدوا خمس ما غنمتم فيه اجاب الخمس من الغنائم وان لم يكن الامام في السرية الغازية ولذلك عندما قالوا ان بين وبينك الكفار مضر فقد يكون هناك جهاد وقتال بينه وبين الكفار فامرهم ان يؤدوا خمس هذه الغنيمة ان يؤدوا خمس الغنيمة فيستفاد من قوله ان تؤدوا خمس ما غنمتم على ان الخمس يجب في الغنيمة وان لم يكن الامام معهم في السرية الغازية قال في الحديث وانهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير وهذا هو الذي ذكره في اول حديث قال وانهاكم عن اربع هذه الاربع هي قوله الدباء والحنتم والنقير والمقير اما الدباء اما الدباء فهو بضم الدال المهم له بالمد بضم الدال وبالمد والدباء هو القرع اليابس والمراد هنا الوعاء منه الاناء منه فان الدباء وهو القرع اذا اخذ لبه من الداخل وبقي قشره فاذا يبس صار وعاء فاذا يبس صار وعاء فقال انهاكم عن الدباء وهو القرع والمراد به الاناء منه اذا يبس الوعاء او الاناء منه اذا يبس انهاكم عن الدباء والحنتم الحنتم طبعا بفتح الحاء المهملة والنون الساكنة والتاء المفتوحة والميم الحنتم جمع والمفرد منه حنتم المفرد منه حنتم والمراد بالحنتم هي الجرار الخضر التي لونها اخضر الجرار الخضر وهذا هو اصح الاقوال في معنى الحنتم هي الجرار الجرار الخضر وقيل هي الجرار كلها وكانت هذه الجرار يؤتى بها من مصر ومن الطائف يؤتى بها من مصر ومن الطائف قال وانهاكم عن الحنتم والنقير النقير هو النقير فعيل بمعنى وفعول يعني المنقور وهو جذع النخلة جذع النخلة ينقر وسطه فيكون إناء ينقر ينقر وسطه فيكون إناء والنقير والمقير المقير أي المزفت المطلي بالقار وهو الزفت المقير أي الإناء المطلي بالقار والقار هو والقار هو الزفت والنهي عن هذه الأربعة عن أوعية هذه الأربعة عن أوعية الدباء أو آنية الدباء والحنتم وهو الجرار والنقير وهو جذع الجذع الشجرة والمقير وهو المزفت المطلي بالقار المنهي ليس عن ذات الإناء عن ذات الآنية وإنما المراد بالنهي عن الانتباذ فيها المراد بالنهي عن الانتباذ فيها والانتباذ هو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو هذا الماء ويشرب هذا هو النبيذ ولذلك كان ينتبذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الليل ويشربه في الصباح فالنبيذ هو أن يجعل في الماء حبات من التمر أو من الزبيب أو نحوه ماء من أجل أن يحلو هذا الماء ثم يشرب بعد ذلك فالمراد بالنهي عن هذه الآلية الانتباذ فيها النهي عن الانتباذ فيها طيب لماذا أو ما الحكمة ما الحكمة في الانتباذ في هذه الآنية الحكمة في الانتباذ من هذه الآنية هذه الآنية صلبة وعندما ينتبذ فيها ويتغير هذا الذي فيها يتغير ويتحول إلى مسكر فإن الإنسان لا يشعر به ولا يعرفه ولا يعرف لأن هذه الآنية صلبة لا يعرف أن ما فيها قد تغير لا يعرف أن ما فيها من نبيذ قد تغير وأصبح مسكرا ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الانتباذ في هذه الآنية لأنه إذا انتبذ فيها وتغير هذا الانتباذ فإنه لا يظهر في هذه الآنية فقد يشربه الإنسان وهو لا يشعر فيصبح بشربه له مسكرا يسكر بهذا الشراب هذا هو السبب فلربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه أما آنية الآنية التي تكون من الجلد أو من البلاستيك الآنية التي تكون في أسقية الأدم وهو الجلد المدبوغ الآنية التي اتخذ من الجلد المدبوغ فهذا لم ينهى عنه لم ينهى عنه لماذا لأن هذا النبيذ يتغير فإنه يظهر تغيره في هذه الآنية فإن هذه الآنية تنتفخ بسبب تغير هذا النبيذ وقد تنشق غالبا وقد تنشق غالبا فلذلك لم ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الانتباذ في أسقية الأدم وهي الجلد الذي يدبغ الجلد المدبوغ بل أذن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر بل إذا صار مسكرا فإنه غالبا ما ينشق تنشق هذه الآنية إذا صار هذا النبيذ مسكرا ثم هذا النهي كان في أول الأمر ثم نسخ بحديث بريدة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مشكرا كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مشكرا وهذا الحديث عند مسلم فهذا الحديث قال جمهور أهل العلم بأنه ناسخ أو بأنه بأنه ناسخ لحديث النهي عن الانتباذ في هذه الآنية وهذا هو مذهب الجمهور وخالف في ذلك بعض أهل العلم كالمالكية كالإمام مالك والإمام أحمد وإسحاق وكذلك مروي عن ابن عمر ابن عباس رضي الله عنه وسأتي معنا في الرواية الأخرى من حديث ابن عباس أنه أنهي ما زال عنده واردا أنهي ما زال واردا وسأتي معنا إن شاء الله عز وجل قال زاد خلف خلف هذا أحد الرواه زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة ليبين أن الشهادتين هي الأمر الأول من الأوامر الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله والأمر الثاني إقام الصلاة والأمر الثالث إتاء الزكاة والأمر الرابع صوم رمضان هذه الأربعة الأمور التي أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبها التي أمرهم بها صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهاهم عن أربعة وهي الانتباذ في آنية الدباء وهي الآنية من القرأ وآنية الحنتم وهي الجرار الخضر والنقير وهو الجذع المنقر من الوسط في وسطه والمقير وهو المزفة الإناء الذي يطلب الزفت بالقار وهو الزفت ننتقل بعد ذلك إلى الطريق الثاني من طلق هذا الحديث قال إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي بن عباس رضي الله عنهما وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر عن نبيذ الجر فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولن نداما قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مذر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهدته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنمين ونهاهم عن الدباي والحنتم والمزفة قال شعبة وربما قال النقير قال شعبة وربما قال المقير وقال احفظوه وأخبروا به من ورائكم وقال أبو بكر في روايته من وراءكم وليس في روايته المقير هنا في هذه الرواية أو في هذا الطريق يقول إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشر وألفاظهم متقاربة إذن شيخه شيخه في هذه الرواية ثلاثة شيخه في هذه الرواية ثلاثة أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشر قال وألفاظهم متقاربة ثم قال بعد ذلك مسلم قال إمام مسلم قال أبو بكر وهو شيخه الأول أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران وهما محمد بن مثنى ومحمد بن مشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وهذا الصنيع من إمام مسلم يدل على احتياطه رحمه الله تعالى في الألفاظ يدل على احتياط الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الألفاظ فإن أبا بكر فإن أبا بكر بن أبي شيبة عندما حدث الإمام مسلم قال حدثنا غندر مع أن والآخران له محمد بن مثنى ومحمد البشار قال حدثنا محمد بن جعفر مع أن غندر هو لقب لمحمد بن جعفر فمحمد بن جعفر لقبه غندر فغندر هو لقب لمحمد بن جعفر فأبو بكر بن أبي شيبة عندما حدث الإمام مسلم قال حدثنا غندر عن شعبة والآخران الثانيان محمد بن مثنى شيخاه محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر فأتي باسمه ونسبه وأما أبو بكر بن أبي شيبة فأتى بلقبه الذي نقب به قال حدثنا غندر وهذا يدل على هذا الصنعم الإمام مسلم يدل على احتياطه رحمه الله تعالى في الألفاظ وفي الدقة في الألفاظ الأمر الثاني كذلك أن غندر عندما حدث عن شعبة قال عن شعبة أبو بكر في روايته في رواية أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة وأما الآخران وأما الآخران محمد بن مثنى ومحمد بن بشار فإنهما قال حدثنا غندر حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة فهناك في رواية أبي بكر بن أبي شيبة رواى غندر عن شعبة بالعنعنة وعند أبي محمد بن مثنى ومحمد بن بشار رواى غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة بالتحديث ولذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى أتى بلفظ كل واحد من الشيوخ أتى بلفظ أو ما سمعه عن شيخ أبي بكر بن أبي شيبة وأتى كذاك بما سمعه باللفظ الذي سمعه من شيخيه محمد بن مثنى ومحمد بن بشار وكما قلت هذا الصنيع دل على احتياط الإمام مسلم رحمه الله تعالى ثم إن غندر المشهور أن غندره بفتح الدال المشهور أن غندر بفتح الدال وورد بضمها غندر لكن المشهور المشهور بفتحها بفتح الدال المهمة لغندر وغندر هذا لقبه به شيخه شعبة لقبه به شيخه شعبة لكثرة حركته ولأنه كان كما يقال كان مشاغبا أو كان يشاغب وكثير الحركة فلقبه شيخه شعبة بهذا اللقب وقال له غندر عن أبي جمرتها وأبو جمر مرة معنا في الطريق الأول نصر بن عمران اسمه نصر بن عمران عن أبي جمرتها قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس يعني أن هذا أن أبا جمرتها نصر بن عمران كان يترجم بين ابن عباس وبين الناس بين يدي ابن عباس أي بينه وبين الناس بينه وبين الناس والترجمة كما هو الأصل فيها نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى الأصل في الترجمة معناها نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى يعني ينقل كلامه بلغة أخرى هذا هو الأصل في الترجمة ولكن ليس هنا مراد بنقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى وإن كان قد قيل أن أبا جمرة كان قد تعلم لغة فارس وكان يترجم لابن عباس بها كان إذا جاه أحد من فارس يسأله أو يستفتيه فكان يترجم أبو جمرة يترجم لابن عباس رضي الله عنه بهذه اللغة أما هنا فليس المراد بالترجمة هو نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى لأن وفد عبد القيس هؤلاء عرب فمعنى هذا أنه كيف يترجم بمعنى أنه يوصل أو يبلغ الكلام كلام ابن عباس يبلغه للناس كنت أترجم بين يدي ابن عباس يعني أنه يبلغ كلام ابن عباس للناس يبلغ كلامه الذي لا يفهمونه أو الذي لا يسمعونه من كثرتهم يبلغه للناس كما هو شأن المستملي عند المحدثين كما هو شأن المستملي عند المحدثين فإن المحدثين إذا اجتمع عندهم طلاب كثيرون إذا اجتمع طلاب كثيرون عند المحدث ولا يسمعون كلامه فإن هذا المحدث يتخذ مستمليا من أجل أن يبلغهم صوته وكلامه وقد يتخذ أكثر من واحد إذا كان العدد كثيرا وقد يتخذ المحدث أكثر من مستملي إذا كان العدد كثيرا أما الآن والحمد لله فأجهزت مكبرات الصوت يعني أغنتنا والحمد لله عن هذا الأمر قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس يعني بينه وبين الناس قال فأتتهم رأة تسأله عن نبيذ الجر فأتتهم رأة هنا يأخذ من هذا من قول فأتتهم رأة أنه يجوز للمرأة أن تستفتي الرجل الأجنبي يجوز للمرأة أن تسأل وأن تستفتي الرجل الأجنبي ويجوز له أن يسمع صوتها وأن تسمع صوته للحاجة ويجوز له أن يسمع صوتها وأن تسمع صوته للحاجة قال فأتتهم رأة تسأله عن نبيذ الجر الجر جمع والمفرد منه الواحد منه جرة الجر بفتح الجيم اسم جمع مفرده جرة ويجمع أيضا على جرار يقال جرة وجر وجرار يجمع على جرة 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 هي المفرد والجمع جرار ويجمع كذلك على الجر كما ورد في الحديث عن نبيذ الجر يعني عن نبيذ الجرة الجرار والجرار كما هو معروف هي الفخار الفخار المعروف الذي يصنع من الفخار وهو الطين الحار الذي يصنع من الفخار المعروف قال فقال عندما سألته هذه المرأة عن نبيذ الجر فأتى بهذا الحديث فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسبقا تكلمنا عن معنى الوفد ومن هم الوفد وهم الجماعة المختارة الذين يقدمون قومهم لتلقي أو لاستقاب علية القوم إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد مرحبا بالقوم أو بالوفد مرحبا هنا منصوب على المصدر مرحبا منصوب على المصدر ومعنى مرحبا بالوفد أي صادفت رحبا وسعه معنى مرحبا يعني صادفت رحبا وسعه مرحبا بالقومي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل هذا اللفظ سواء مع المجموعة مع الجماعة كما هنا عندما قال مرحبا بالقوم أو بالأفراد فقد قال لابنته فاطمة قال لها مرحبا بفاطمة بابنتي فاطمة وقال لأمهاني مرحبا بأمهاني فكان نبي صلى الله عليه وآله وسلم يعبر بهذه العبارة ويذكرها عند الترحيب بالناس سواء كان أفرادا أو جماعات قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندام هذه الجملة غير خزايا ولا الندام ورد فيها ثلاث ألفاظ أو ثلاث روايات كما هنا خزايا من غير الألف اللام خزايا والندام فيه الألف اللام غير خزايا ولا الندام والرواية الثانية بدونهما بدون الألف اللام في الكلمتين غير خزايا ولا ندام غير خزايا ولا ندام والرواية الثالثة فيهما غير الخزايا ولا الندام فوردت فيها ثلاثة ألفاظ ومعنى الخزايا جمع خزيان خزايا جمع والمفرد منه خزيان كحيارة وحيران وسكران وسكارة سكارة جمع والمفرد منه سكران حيارة جمع والمفرد منه حيران فهنا خزايا جمع والمهرد منه خزيان والمراد بالخزيان هنا هو المستحي وقيل هو الذليل المهان هو المستحي وقيل الذليل المهان غير خزايا ولا النداما نداما كذلك هو الندمان نداما هو جمع ندمان بمعنى نادم بمعنى نادم جمع ندمان بمعنى نادم غير خزايا ولا النداما والمعنى هنا المقصود المقصود بقوله غير خزايا ولا نداما المقصود أنه لم يكن منكم تأخر على الإسلام فمجرد يعني أن جاءهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء الوفد ثم رجعوا إلى قومه وأسلموا لم يكن منكم تأخر عن الإسلام ولا عناد ولا حصل قتال حتى يحصل منهم يعني سبي أو أسرى أو ما أشبه ذلك مما يستحيون بسببه أو يتذللون أو يهانون أو يندمون من أجله فهم جاءوا رضي الله عنهم أرضاهم جاءوا مسلمين قال مرحبا بالوفد أو بالقوم غير خزايا ولا نداما قال فقالوا يا رسول الله قال فقالوا يا رسول الله إننا نأتيك من شقة بعيدة شقة هي بضم الشين هي بضم الشين وورد بكسرها شقة ولكن الفصيح هو شقة بضمها وهي لغة القرآن الكريم وهي لغة القرآن الكريم قالوا إننا نأتيك من شقة بعيدة يعني من مسافة بعيدة يعني نأتيك من مكان بعيد نأتيك من مكان بعيد من شقة بعيدة يعني من مسافة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام المراد في شهر الحرام يعني الشهر الحرم كما سبق أن ذكرنا ذلك المراد إلا في شهر الحرام يعني شهر الحرم وهي أربعة الأربعة الأشهر الحرم قالوا فمرنا بأمر فصل بأمر فصل يعني واضح بين لا إشكال فيه فمرنا بأمر فصل يعني بأمر بين واضح ليس في أي مشكلة ولا في أي إشكال ولا في أي معضلة نخبر به من وراءنا نخبر به من وراءنا عن يخبرون به قومهم يخبرون به قومهم نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة يعني هذا هو الذي يريدونه دخلوا الإسلام ثم يريدون أن يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مرنا بأمر ليس فيه خفاء وليس فيه إشكال وإنما هو بي واضح نخبر به من وراءنا يعني نعود إلى قومنا وندعوهم إليه ونخبرهم به ونعليهم إياه ثم ما هي النتيجة ندخل به الجنة فهم لا يتعلمون من أجل الثقافة لا يتعلمون العلم من أجل العلم فحسب ولا من أجل أن يتثقفوا من أجل أن يكونوا مثقفين وإنما يتعلمون العلم من أجل أن يعملوا به يتعلمون العلم من أجل أن يدعو إليه ويعملوا به هذا هو الذي كان عند الصحابة رضي الله عنهم ولذلك الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم أن الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون من نبي صلى الله عليه وسلم الآية والآيتين والخمس آيات والحديث والحديثين وأكثر من ذلك ثم يعملون بهذه الآية أو ما فيها من أحكام وفيه بهذه الأحاديث وما فيها من أحكام فهم يطبقونها ولذلك عندما أنزل الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزي إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته قبلها قال الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا يعني تظهروا أو تخفوه يعني لم تتكلم به يحاسبك الله سبحانه وتعالى به ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عندما جاء عندما سمعوا هذه الآية جثوا على ركبهم عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركبهم وقالوا أينا يستطيعوا ذلك أينا يستطيعوا ذلك لماذا؟ لأنهم عندما يسمعون الآية أو الحديث هم يسمعون ويتعلمون ليعملوا ليعملوا وليطبقوا فلذلك أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك التخفيف آمن الرسول بما أنزه إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا لا كما قال بني إسرائيل سمعنا وعصينا وإنما قالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير حينها قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية من سورة البقرة قالوا فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهاية أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم وهذا كله أخذنا في الطريق الأول قالوا ونهاهم عن الدباي والحنتم والمزفتي كذلك هذه الكلمات وهذا الأمور أخذنا في الطريق الأول قال شعبة وربما قال المقير وقال احفظوه وأخبروا به من ورائكم إذن ورد عندنا بكثر الميم من ورائكم وورد بفتحها من ورائكم والمعنى واحد يعني أخبروا قومكم وقال أبو بكر في روايتي من ورائكم وليس في روايته المقير ننتقل إلى الطريق الثالث من طريق هذا الحديث قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة بهذا الحديث نحو حديث شعبة نحو حديث شعبة السابقة الذي في الطريق الأول نحو حديث شعبة وقال أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفة وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأشجي أشجي عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنا قال هنا وحدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ وحدث عن أبيه معاذ ثم قال حاء وحاء لتحويل التحويل من سند إلى سند آخر قال وحدث نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي وهنا أبوه وعلي الجهضمي قال جميعا جميعا مصوب على الحال قال جميعا حدثنا قره بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهم وساق نحو حديث شعبة لكن زاد عبيد الله بن معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم للأشج أشجي عبد القيس الأشج مر معنا سابقا واسمه المنذر بن عائد العصري مر معنا الأشج اسمه المنذر بن عائد العصري بفتح العين والصاد العصري ولقبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأشج لوجود أثر في وجهه كما مر معنا الذي لقبه بهذا اللقب هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وسلم والحلم العقل والأناه التثبت وعدم العجلة والسرعة فهتان الخصلتان كانتا في الأشج كان يتصف بها تيري الصفتين صفة الحلم وهو العقل والأناه وهو التثبت وعدم العجلة وعدم أو ترك السرعة ترك العجلة والسرعة وسبب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأشج سبب قول النبي صلى الله وسلم ذلك للأشج إن فيك خصلتين يحبهم والله الحلم والأناه أن هذا الوفد عندما وصلوا المدينة هذا الوفد الذين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصلوا المدينة كلهم كلهم بادروا بالذهاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الأشج فإنه أقام عند رحالهم وجمع رحالهم وعقل ناقته ثم لبس أحسن ثيابه ننظروا جمع رحالهم وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعندما أقبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قربه صلى الله عليه وآله وسلم وأجلسه إلى جانبه ثم قال لهم ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبايعون أو تبايعون على أنفسكم وقومكم فقال القوم نعم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تبايعون على أنفسكم وقومكم فقال القوم نعم الوفد كلهم قالوا نعم نبايعك على أنفسنا وعلى قومنا أما الأشج فلم يقل نعم معهم أما الأشج فقال يا رسول الله إنك لم تزاود الرجل عن شيء أشد عليه من دينه نبايعك على أنفسنا نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم يعني من يدعو قومهم فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه قال صلى الله عليه وآله وسلم صدقتا إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والآنا قال صدقتا فانظروا إلى عقله وعدم تسرعه وعدم عجلته فعندما قالهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبايعون على أنفسكم وقومكم القوم كلهم قالوا نعم تعجلوا قالوا نعم نبايعك على أنفسنا وعلى قومنا الأشج لم يتعجل كان عاقلا ولم يتسر وإنما قال يا رسول الله نبايعك على أنفسنا لأن الإنسان يملك نفسه الإنسان يملك نفسه قالوا يا رسول نبايعك على أنفسنا أما قومنا فلا وإنما نرسل لهم نرسل لهم فإن استجابوا فإن استجابوا كانوا منا وإن لم يستجيبوا قاتلناهم وإن لم يستجيبوا قاتلناهم قال صلى الله عليه وسلم صدقتا ثم ساق الحديث قال القاضي عياض فالآنات تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره العواقب في الطريق الرابع أو في الحديث الآخر حديث أبو سعيد الخدري نعم انتهي الآن انتهي الآن من حديث بن عباس رضي الله عنه بطرقه الثلاث والآن ننتقل إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفدة الذين قادموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عبد القيس قال سعيد وذكر قتادة أبا نظرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قادموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به فقال صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير قال بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء قال سعيد أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم أو قال إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك قال وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت فيما نشرب يا رسول الله قال في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشجي عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأنى الحلم والأنى ولعلنا نقف عند هذا الحديث ونبدأ به إن شاء الله في لقائنا القادم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيامه أن يعين على صيام رمضان وقيامه وأن يتقبله منا وأن يرزقنا علم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل وبالله التوفيق وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر